اشتركوا في القناة هود اكد ايضا اجتماع مسؤولين من الولايات المتحدة مع اطراف من المجتمع الدولي في برلين والامم المتحدة اضافة لاخرى وصفها بالثنائية لضمان استكمال خارطة الطريق مشددا على ضرورة ترحيل جميع القوات الاجنبية من مرتزقة او مقاتلين بالوكالة في ليبيا تصريحات جاءت بعد اقل من اسبوع من اخرى للمندوبة الامريكية الدائمة لدى الامم المتحدة ليندا جرينفيلد التي شددت هي ايضا على اهمية اجراء الانتخابات الا انها اعربت في الوقت ذاته عن قلقها من عدم وجود اي اساس دستوري لاجرائها في الوقت المناسب ويرى محللون ان التصريحات الشبه اليومية الصادرة مؤخرا عن اطراف عدة في الدبلوماسية الامريكية تأتي في اطار رغبة امريكية ملحة لانهاء الوضع المستمر منذ عام 2012 فصحيفة والستريت جورنال التي تمثل واجهة خارجية للادارة الامريكية كانت قد قالت منتصف الشهر الجاري ان الدفع الدبلوماسي لاجراء الانتخابات في ديسمبر من شأنه ان يخدم المصالح الامريكية مشيرة الى ان الخطوة الاولى تتمثل في ان يقوم الكونغرس بتمرير قانون الاستقرار في ليبيا واذا ما تم تمرير القانون فان هذا من شأنه ان يفوض الرئيس الامريكي جو بايدن لفرض عقوبات على اي اجنبي يقدم دعما لمليشيا او جماعة شبه عسكرية تهدد السلام او تستغل الاصول الليبية والموارد الطبيعية او تنتهك حقوق الانسان في ليبيا اضافة الى معاقبة كل معرقل للعملية السياسية في البلاد اشتركوا في القناة